السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 18 نيسان إبريل القمر اليوم موجود بالأسد الآن موعد بث الحلقة موجود بالأسد ورح يظل موجود بالأسد لغاية الساعة 2 و10 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء ورح يظل القمر في العذراء لصباح يوم الأحد القمر اليوم موجود في منزلة الصرفة الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و51 دقيقة مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر بما إنه الآن ولغاية ساعة العصر موجود في برج الأسد معناته بظل الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنانا ويمكننا أن نقترض الأموال ونستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة يعني تلفت انتباه الآخرين لأنه اليوم اهتمامنا بمظهرنا الخارجي هو الأساس بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس رح تكون الساعة 12 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا يمكننا التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر خلو المسار السلبي للقمر طبعا مدة ساعتين وعشاء وتسع دقائق تقريبا لأنه رح يبدأ الساعة 12 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة 2 وعشر دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش مع نهاية فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2 وعشر دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج العدراء فمن ساعات العصر منعود لطبيعتنا الجادة منه لمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس عادة لما بكون القمر موجود بالعذراء نادرا ما يقدم الدعم المالي أو العاطف في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأن هاي الفترة يعني شوي بتكون ضاغطة هاي الفترة أفضل وقت للتخلص من عداد سيء مثل التدخين أو شرب الكحوليات مهدئات مخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها من الآن وحتى ساعات العصر عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات العصر وما بعد بيصير عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا باقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلوه المسار مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا مش بفترة خلوه المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن القص العلاجي برضو مش بفترة خلو المسار القمر بما انه رح ينتقل لبرج العذراء معناته خلو المسار القادم رح يكون راح يبدأ الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد ورح يستمر لغاية الساعة الثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الأحد لا يستقر القمر بعديها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 10 أيام الآن في تمام الساعة 11 و 19 دقيقة صباحا بصغير 11 يوم نسبة الإضاءة 78% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد اليوم بنسبة 45% القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء زي ما حكينا في ساعات العصر ورح يظل في العذراء الزهرة ليوم 21 أربعة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم من الآن وحتى ساعات العصر وبالظل فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف يعني ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أما من ساعات العصر بدك تنتبه لصحتك أكثر لأنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه وأيضا بدكوا تنتبهوا لصحتكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذه الساعات من الآن وحتى ساعات العصر وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما من ساعات العصر وما بعد بتبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من الآن وحتى ساعات العصر ومنكم أشخاص ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو تنقلات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك يعني نشاط بالتنقلات والاتصالات ولكن انتبهوا على الطرقات أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بظل في فرصة لمكسب مالي بتيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لاسية مشراء حاجية ثمينة من الآن وحتى ساعات العصر ممكن تتعالج استحقاق مالية أهم شنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطه في مسائل السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وبما لكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات ممكن تهتموا باتصالات خارجية أيضاً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر فأكثر وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي من الآن وحتى ساعة العصر في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة وأيضاً بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً رح يظل التعبم سيطر عليكم تدريجياً ببلش يخف شوي شوي كل ما اقتربنا لساعات العصر فحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود في هذا الوقت وأثناء التعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوى تفاهم حاذر من بدء بعي شيء جديد وحاول قدر الإمكان ما تتخذ قرارات حاسمة اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات العصر تمتله بعدها نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعات العصر ولكن بتكن تنتبهوا لأنه ممكن يكون في حضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن يصير فيها سوء تفاهم أو مثلا تأخذ على خاطرك من تصرف أحد الأشخاص أو يصير فيه نقاش حاد ما بينك وبين أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أو حتى من خلال علاقاتك الاجتماعية بدك تضبط عصابك لأنه القمر بيقترب من بيت متاعبك لا الساعات العصر القمر خلص به صلة بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل من الآن وحتى ساعات العصر وتعتبر هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وقدم أفضل ما عندك أو ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو لقاء اجتماعي فترة بتصير مميزة شوي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة خلال هاي الساعات من الآن وحتى ساعات العصر وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبرضو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لابتلتقي بوجه وأراء وثقافات مختلفة وممكن تهتم بنفسك أكثر أو بأحبائك أكثر أما من يعني هيك ممكن تعزيز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها فترة برضو بظل فيها بعض المكاسب أما من ساعات العصر وما بعد بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يعتبر ميوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلقي في الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف ولا الزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق من الآن وحتى ساعات العصر أو ممكن تناقش موضوع إرث أو قرد أو موضوع ضريبي ولكن احذر من النصابين أو من الخسارة المالية من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات لبعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات العصر بتظل القمر موجود مقابلكم يعني فبتظل فترة مناسبة لتعزيز علاقاتكم أو للعمل اللي بتطلب تعاون من طرف ثاني شراكاتكم اللي هي شراكة العاطفية والمالية حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال بدك تكون هادئ جدا حاول أنك تصل لساعات العصر بهدوء بدون مشاكل من ساعات العصر الأجواء بتتحسن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل العمل ما في الضاغط عليكم القمر الآن باتجاه المقابلة فببدأ بظل العمل يتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعة العصر انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمحوا بالواجبات إنها تتراكم عليكم يكونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بصير مقابلك تماما صحيح أنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم المالية والعاطفية ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر